أهلا بكم من جديد مشاهدين الأجواء الحرة مستمرة على المناطق الجنوبية بدرجة حرارة جيدة قياسية تتعدى عتبة 49 درجة مئوية تحت الظل وذي لغاية يوم الخميس وحسب مصادر الأرصاد الجوية للنهار اليوم حيث أكدت على استمرار موجة حر بدرجة حرارة جيدة قياسية تتعدى عتبة 49 درجة مئوية تحت الظل وذي لغاية يوم الخميس المقبل على أقل تقدير وهذا عبر كل ملايات أدرار تيمي من إنسلح وكذلك بورد جيباجي مختار كذلك مراكز الرصد الجوي العالمية لنهار اليوم قامت بتصنيف حوالي 7 مناطق جزائرية ذمن المناطق الأكثر حرا في العالم واحتلت المناطق الجزائرية المراتب الأولى المرتبة الأولى بحسيم سعود بـ 50.4 درجات تحت الظل تليها أدرار بـ 49.6 درجات وحتى مدينة توقرد ورقلة بـ 49.5 درجات كذلك إنسلح بـ 49.4 درجة ثم تميمون أقول بـ 49.3 درجات وولاية الوادي المرتبة العاشرة بـ 48.4 درجات تحت الظل الآن مشاهدين شوفوا مع بعض الكتلة الهوائية ودرجات الحرارة المرتقبة بداية من يوم غد الأربع إلى غاية يوم الجمعة اللحظة تستمر السيطرة القوية لكتلة هوائية جد حارة تغطي أغلب المناطق الجنوبية هذه المرة إن شاء الله تخص الجنوب الغربي ووسط السحراء بدرجة حرارة جد قياسية تصل أو تتعدى عاتبة 50 درجة مئويات تحت الظل تستمر إلى غاية يوم الجمعة المقبل إن شاء الله بالنسبة للمناطق الشمالية للبلاد راح تعرف المناطق الشمالية خاصة للشرقية والوسطى نوعا ما درجة حرارة فصلية تكون هناك لطفة في الجو خاصة على السواحل الوسطى والشرقية وهذا بسبب تغير الكتلة الهوائية أو التيارات الهوائية من شمالية إلى شمالية غربية راح تخص سواحل الشرقية والوسطى على عكس المناطق الغربية تكون تحت التأثير كتلة هوائية كذلك حرى وتيارات هوائية حرى تندفع ضمن تيارات جنوبية إلى جنوبية غربية نحو المناطق الغربية للبلاد الآن نمر إلى حالة البحر المرتقبة بداية من يوم غد الأربعة إلى غاية يوم الجمعة بحر هادئ وجميل على السواحل الغربية والوسطى ليوم غد قليل اتراب إلى مضطرب محليا على السواحل الشرقية بالنسبة ليومي الخميس والجمعة يبقى دائم البحر هادئ وجميل على السواحل الوسطى قليل اتراب إلى مضطرب محليا على السواحل الغربية وكذلك الشرقية للبلاد فيما يخص درجة حرارة مياه البحر يكون بحر جد دافئ يكون ما بين حوالي 23 إلى غاية 25 درجة إن شاء الله مشاهدنا بهذه التوقعات تصل لطيورقة حوالي التقصي العودة إلى طارق ستكون بعد الفصل